السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس لبرج القوس يوم الخميس 21 تشرين الثاني نوفمبر وبما أنه انتقال الشمس لبرج القوس يعني أعياد ميلاد موليد برج القوس فمنقول لما وليد برج القوس كل عام وأنتم بكل خير رح تنتقل الشمس يوم الخميس 21-11 الشمس الساعة 7.55 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش من برج العقرب لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية يوم السبت 21-12 الساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش لا تنتقل بعدها لبرج الجدي طبعا بالنسبة للشمس معروفين ولما بتكون إيجابية بتعطينا الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم والنشاط والقيادة والاستقلالية ولكن لما بتكون سلبية بتعطينا الغرور والأنانية والديكتاتورية وجود الشمس في برج القوس بيبعث على الدفء النفسي وحب الحياة والرغبة في السفر والرحلات والصيد والدراسة أيضا ورح يشعروا موليد برج القوس بتحسن رح يطرأ على صحتهم بعد اجتيازهم فترة كانت غير مريحة أثناء وجود الشمس في برج الميزان أو في برج العقرب لأنه تعتبر هاي بداية بيت المتاعب لإلهم أو الفترة المتعبة اللي هي بتكون غربلة العام الماضي اللي هي اللي بيستمر فيها هو اللي بيكمل معنى العام القادم عشان هيك كانت صعبة جدا على موليد برج القوس وخصوصا اللي بتكون طوالعهم جاي في أبراج اللي لها علاقة بالأبراج الترابية أكثر من الآن وصاعدا رح يشعروا موليد برج القوس بالنشاط والحيوية هم وموليد الأبراج النارية الأخرى والأيضا الهوائية يعني عندنا الحمل والأسد وعندنا الجوزاء والميزان والدلو هدولا أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا طبعا جميع الأبراج رح يستفيدوا ولكن الاستفادة اللي بتكون أكبر لهاي الموليد إلا أقلهم بيكون الجوزاء من ضمنهم لأنه هو يعتبر مقابله تماما فشوي بيخلي عنده عصبية وتسرع طبعا بالنسبة للأبراج اللي رح تكون أو بدأت تأخذ حذرها بالفترة القادمة أول برج هو موليد برج الجدي لأنه دخول الشمس لبرج القوس يعني بيت متاعبهم فإذن هي فترة متعبة لموليد برج الجدي وأيضا لموليد برج السرطان لأنه يعتبر البيت السادس لإلهم اللي إلوه علاقة بالصحة وإلوه علاقة بالعمل وما ننسى بنرجع منذكر موليد برج الجوزاء عليهم الانتباه أكثر لصحتهم وطاقتهم وعصبيتهم خلال الأسابيع المقبلة خلال الفترة المذكورة اللي هي من يوم 21-11 لا يوم 21-12 هدولا طبعا هاي الفترة رح يشكل الشمس زوايا فلازم أنه ننظر لزوايا عشان نعرف إيش الإيجابية والقوية اللي ممكن نستغل تأثيراتها وإيش الزوايا السلبية اللي ممكن تأثر علينا بفترات معينة وننتبه منها من تحذيراتها يوم 21-11 اللي هو يوم الانتقال وبعد الانتقال تقريبا بساعة رح تتشكل عندنا زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو طبعا هاي تأثيراتها ما قبل 21-11 بأسبوع وما بعد هذا التاريخ بأسبوع رح تضل هاي الزاوية إلها تأثيرات فهاي الزاوية بتعزز قدراتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتزيد من طموحنا بتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهو مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 27-11 هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ طبعا هاي الزاوية مرضو إيجابية بتأثيراتها أسبوع بأسبوع يعني أسبوع قبل وأسبوع بعد بتعزز قدراتنا على القيادة وبنتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبتمنحنا الطعام الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لفعاليات وبرضو لنكون فاعلين ومؤثرين وقياديين مع المحيط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 4-12 وهي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين زحل أيضا تأثيراتها أسبوع قبل وأسبوع بعد بتخلق مصاعب عرقية اللي بتحتاج منها أن نبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها وبرضو بتجعلنا أنانيين قاسيين وعاندين وممكن نتعرض لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس وإنقلاب الأوضاع بشكل مفاجئ علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق دوليا فهي بتدل على تراجع اهتمام حكومة ما بمؤسسات الدولة وبتراجع المنتوجات الفلاحية وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة وممكن يكون فيه نوع من أنواع الاضطراب في البورصة وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على شعب في دولة ما وبرضه بتزيد من نفوذ المحافظين وتعطي نوع من أنواع التطرف والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 6-12 وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر فهمه وبتزداد التوجه أو يزداد توجهنا لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية تجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات أو نجاح أدبي أو مشاريع حالية يجب علينا أن نركز مجهوداتنا على أهداف محددة وهذا الاتصال يعني شوي بعد مرات إحنا منحكي أنه غير مناسب للأسفار وعلاقات الصداقة أو حتى تصل للزواج على حسب البرج تأثير هاي الزاوية ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 7-12 زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين المشتري هاي تأثيراتها سبع أيام قبل وسبع أيام بعد هاي الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه يعني ما لازم نعتمد على الحضوض بهاي الفترة اللي هي ما قبل 7-12 بأسبوع وما بعدها بأسبوع من ميل للعيش دون مستوانة ومن بذر الأموال لازم نتجنب المغامرات والمراهنات والمضاربات المالية كما أنه ممكن تتعرض لمشاكل مع السلطة أو العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارة مالية أو فشل مشاريع على المستوى الدولي طبعا تأثير شمس ومشتري إذن مشاكل مالية أو صدامات مالية أو كشف بعض الأمور اللي تتعلق بالأمور المالية أما بالنسبة ليوم 18-12 في زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية برضو تأثيراتها أسبوع قبل وأسبوع بعد بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع ومن ميل لتتبع أحلامنا ومشاريع خيالية وبتعرف حياتنا بعض التعقد والفوضى والاضطراب وبرضو من ميل لحل مشاكلنا باللجوء لا الكحوليات أو المسكنات أو المهدئات أو الأدوية أو المخدرات أي شيء ممكن يخلينا يعني نعيش في عالم ثاني وطبعا لعند البعض وفي بعض الأشخاص ممكن يتعرضوا لتواعكات صحية غامضة دوليا بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبرضو بتزيد من نفوض بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات أو طوفان أو إعصار أو أشياء من هذا القبيل وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وأيضا ارتفاع بأسعار النفط طبعا هيك احنا شفنا صورة عامة بالنسبة للزوايا وتأثيراتها إذن بداية الانتقال إيجابي في وسطه تبدأ الأمور تقريبا ضاغطة شوي فعشان هيك بدنا نكون حذرين ونتابع ونعرف إيش التأثيرات وخصوصا لما القمر ما بيكون في مكان مناسب لإلا بدنا نكون حذرين أكثر الآن بدنا نشوف تأثيرات الشمس على جميع الأبراج بنصح الجميع يسمع برجه ويسمع طالعه ويركز بشكل جيد لأنه هاي تعتبر توقعات شهر كامل عشان تعرف أنت متجه بأي اتجاه خلال الأربع سبيع أو الشهر القادم وتعرف أنت إيش اللي تستفيد منه أكثر وإيش اللي تحذر منه أكثر برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا وجود الشمس في البيت التاسع لإلك معناته بيتعلق الموضوع في مواضيع السفر خارجي للعمل أو للدراسات العليا وبرضو بيحمل لك كثير من الفرص للانتقال لبلد آخر أو حتى الأشخاص اللي بيبحثوا عن هجرة أو إقامة في هاي الفترة ممكن تكون النتائج إيجابية برضو في نوع من أنواع المساعدة بتكون من بعض المقيمين خارج البلاد أو بتكثر عندكم الاتصالات الخارجية وبوسعكم عقد هكي توقيع عقود أو ممكن يعرض عليك عقد يتعلق بعمل أو زواج واللي بيكون مقبل على امتحانات قبول إلها علاقة بالجامعات في هاي فترة مناسبة وأيضا مناسبة لموليد برج الحمل بالامتحانات الجامعية بتنشطوا بالاتصالات الخارجية والتعارف على أشخاص غرباء وهذا الشيء بيعود عليك بالخير كما بيستفيدوا التجار اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير برضو بتعود عليهم بالربح عاطفيا ممكن يعرض عليك عقد زواج أو سفر خارج البلاد ولكنك ممكن تقع في حيرة من أمرك وممكن تتردد في اتخاذ القرارات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا دخول الشمس على القوس اللي هو البيت الثامن للكم هو ببيت الأموال المشتركة بيمنحك الفرصة للحصول على مال من مصدر غير معروف لديك أو غير متوقع وبتكون هاي الأموال عادة يا تركة يا ورثة يا مستحقات قديمة يا شراكة مالية أو تعويضات سابقة ممكن تلتقي بأشخاص بيساعدوك في الحصول على أشياء ضاعت منك أو ديون كانت مستعصية أو كان صعب أنك تحصلها وهذا الشيء ممكن يدخل السعادة لقلبك حاول أنك تكون هادئ وما تستسلم لبعض الضغوط المنزلية الطارئة ممكن تتعرض لبعض المواجهات الكلامية ولكنك بتحاول امتصاص غضبك وأنا بنصحك أنك تمتص غضبك وتميل للحوار الهادئ عاطفيا حاول الاستفادة من الفترة القادمة لأنها رح تحمل لك كثير من المفاجآت على المستوى العاطفي وعلى المستوى المالي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الآن بما أنه الشمس رح تكون مقابلك تماما اللي عانيت منه بالشهر الماضي هو أصعب على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ولكن الآن الموضوع يعني في بعض الاضطرابات في العلاقات العاطفية أو العملية هذا الشهر شوي ممكن مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج أكثر شيء بيصير فيه نوع من أنواع الصدامات رغم أنه فترة جيدة للزواج والارتباط يعني كثير من موليد برج الجوزة ممكن تتمم أمور إلها علاقة بارتباط زواج خلال هذا الشهر ولكن الخلافات اللي ممكن تصير بتكون بسبب العصبية والإنفعال والتوتر لأن طاقة موليد برج الجوزة بتكون ضعيفة فهذا الشيء بسبب نوع من أنواع الإزعاج أو حتى ردات الفعل السلبية هذا الشهر برضو جيد على مستوى العمل لها شراكات حقيقية أو ممكن تعقدها هذا الشهر أو يكون فيه شراكة جديدة تبدأوا فيها إذا كان عندك دعوة قضائية برضو يعني رح تعاكسك الأمور ما رح تكون لصالحك بشكل أكبر لأنه فيه ما رح تكون الأوراق كاملة أو المحكمة جاهزة لهذا الموضوع فعشان هيك حاول أنك تأجلها لبعدين بتميل للوضوح في علاقاتك المختلفة وبتبتعد قليلا عن كل ما هو غير واضح بالنسبة لإلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا دخول الشمس للبيت السادس اللي إلوه علاقة بالعمل وإلوه علاقة بالصحة صحيح أنه هو مش مناسب بالنسبة لإلك وممكن تشعر بالضغط بالعمل أو يطلب منك أعمال كثيرة ويكون ما عندك وقت لعملية جدولة هاي الأعمال فممكن تتراكم الأعمال أو تضطر لعمل وقت إضافي ولكن برضو بتفتح فرص لموليد برج السرطان أنه يعرض عليهم عمل جديد أو يبدأوا بعمل جديد على المستوى الصحي شوي ممكن تكون صحتكم حساسة بعض الشيء فعشان هيك ممكن تتعرض لبعض الأعراض الغير مرضية لإلك أو أنه تغلبك شوي فبدك تحذر على المستوى الصحي ممكن يصير فيه نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين الزملاء بالعمل هاي الفترة نعتبرها إحنا هي فترة فيها كثير من الفرص لإثبات قدراتك لا سيما في الفترة القادمة وخصوصا بدك تحذر من فترة تراجع وطارد بدك تكون حذر جدا ودقق بأعمالك بشكل كامل عاطفيا حاول أنك تضع النقاط على الحروف وأنه تكون خياراتك واضحة تماما خلال الفترة المقبلة برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا دخول الشمس لبيت صديق وقوي بالنسبة لإلك لهو البيت الخامس بمنحك كثير منه الفرص الحقيقية والحضوظ المفتوحة ماليا وعاطفيا وفنيا وعا مستوى هواياتك كمان بإمكانك الدخول في معاملات مالية أو استفاء ما تأخر من مستحقات مالية كثير من الحضوظ ممكن تدخل استعادة لقلبك حول الاستفادة من أي عرب أو فرصة سانحة خلال هاي الفترة ولكن على المستوى المهلي أوعد جازف ماليا لما في داعي للمخاطرات ولا المراهنات ولا المغامرات لأنه برضو المريخ موجود بيخليك تتسرع شوي باتخاذ القرار ما تخلي الشمس تعرض لك شيء والمريخ يلمع لك لا تنفع الأكثر وبعدين تجد نفسك ورطت فعشان هيك بدك تكون دقيق في اختياراتك في خلال الفترة القادمة على المستوى العاطفي بدك تنتبه من الأحبة ممكن يصير خلاف أو سوء تفاهم ضبط العصاب مطلوب عاطفيا بتكون الأجواء حميمية العاطفة في أحسن حالاتها ممكن تظهر طبيعتك الرومانسية اللي بتحاول إخفاها أحيانا للراغبين في خطبة أو زواج فترة مناسبة ولكن تراجعه طارد ممكن يعركس عليك أو يعطل عليك بعض الأمور اللي الباحثين عن علاقة عاطفية عليهم البدء دون تأخر برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعا الشمس الآن رح تدخل للبيت الرابع يعني بيت البيت بيت العائلة بيت الأسرة بيت العقارات فبتدعمك الشمس بتعزيز العلاقات والروابط الأسرية وبتظهر شخص محبوب وودود أيضا بيتميل للتعاطف مع أفراد الأسرة وبتتعاون معهم على وضع قوانين منزلية بترضي الجميع وبتميل لنصح أحد أفراد العائلة أو تقرب منه بشكل واضح كما إنها فترة جيدة للدخول في أمور عقارية بيع شراء استئجار بيت أو تحسين المسكن أو الانتقال لسكن جديد حاول أنك تستثمر في هاي الفترة بشكل مناسب لأنه الأرباح رح تكون جيدة للأشخاص اللي من موليد برج العدراء اللي بيشتغلوا بالعقارات أو سماسرة عقارات أيضا عاطفيا الفترة هاي تظهر عندك نوع من أنواع قوة العواطف لا سيما اتجاه شخص من محيطك المقرب أو المحيط العائلي وكثير من موليد برج العدراء ممكن يبدأوا بعلاقة تيجي عن مستوى المقرب لإلهم أيضا بتدل على أفراح إلها علاقة بالمنزل بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الآن الشمس رح تدخل للبيت الثالث إذن هو شهر قوي جدا بالنسبة لإلكم شهر التواصل والاتصال مع الوسط المحيط بك والتقرب من الأشخاص اللي بيكونوا لك المحبة والود رح تلتقي ببعض الأصدقاء القدامى اللي إلك فترة طويلة ما شاهدتهم أو ما التقيت فيهم ممكن تقضي معهم أوقات سعيدة عندك كثير من التناقلات اليومية اللي بتدخل السرور والفرح لنفسك وبتمنحك بعض الهدوء كما بيستفيدوا التجار في معاملاتهم التجارية اليومية وفي التبادل مع العملاء والزبائن عندك قدرة على الإقناع عندك سرعة بديها عالية جدا كما بيستفيدوا طلاب المرحلة ما قبل الجامعة في دراساتهم وامتحاناتهم وبيشعروا بالرغبة بالنجاح والتفوق لكن عليك الانتباه من بعض الأمور اللي تتعلق بالصحة اللي إلها علاقة بالحركة ممكن أنه ما تنتبه أثناء حركتك أو يصير عندك بعض الإصابات العضلية أو اللي إلها علاقة بالعظام يعني تيجي أثر دكمة أو حتى سقوط فبدك تكون حذر عاطفيا رح تكون راضي عن نفسك في علاقتك العاطفية وتحاول إظهار الكثير من الود كما بتحظى بفترة جيدة عاطفيا فيها كثير من اللقاءات الممتعة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا لا شك أنه الفترة الماضية ما كانت بالشكل القوي وخصوصا عند وصول الشمس لعندك لأنها شكلت زوايا وكان في زوايا ما بين الكواكب ولكن أنك تجاوزت كثير من الضغوطات اللي كانت بالفترة الماضية وبدأت الأمور تتوضح لك بشكل كامل ثقتك بنفسك صارت أكبر الضغط العام جعل منك شخص جديد ورح تبدأ منه جديد فالآن بدأت المرحلة الآن القمر في الشمس في البيت الثاني اللي له علاقة ببيت المال وهو أهم شيء أنت بتفكر فيه بالفترة هاي رح تشعر بأنه الحض ممكن أنه تخلى عنك ولكن الآن الوضع اختلف الآن أنت رح تسعى لجلب المال المال رح يجيك من عمل إضافي مستردات هبات هاي فترة رح تجيك بفرص ذهبية رح تغير حضوظك المالية بامتياز فرص مهمة للتعامل مع البنوك مع المصارف استرداد مستحقات أو ديون مالية سابقة ما رح تندم على أي خسارة سابقة القادم أجمل إن شاء الله رح تجني بهاي الفترة نتائج حصاد تعبك خلال الفترة السابقة ورح تمنحك الشعب الرغبة في الحضور لاجتماعي أو القدرة على ضبط السلوك الشخصي الفرص مالية ولكن بدك تقلل من مصاريف قدر الإمكان عاطفيا بتكون علاقاتك العاطفية جيدة خلال الفترة القادمة ولكن ممكن تتبدد إلى نوع من المصلحة المتبادلة مع الشريك العاطفي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من عيد ما ذكرناه في البداية كل عام وأنتم بكل خير بما أن الشمس وصلت لعندكم يعني بداية أعياد ملادكم رح تمدك الشمس بالطاقة اللازمة لمتابعة الأمور بشكل أفضل طبعا مش موليد العشرية الأولى زي موليد العشرية الثالثة لأنه عادة كل ما اقتربت الشمس لعيد ملادك تبدأ تشعر بالتحسن تدريجيا لغاية عيد ملادك وما بعده يعني بعد ما الشمس توصل لدرجتك اللي هو يوم عيد ملادك وما بعده بتبلش الأمور تتضح بشكل أكبر وخصوصا لما بوصل القمر لبيت مناسب لا إلك إذن عشان نتفق ما يقولوش أنه من البداية لا هذا شهر متعب أو أنه كلام هذا دائما الشمس لما توصل بعد عيد ملادك هي بتبدأ المرحلة القوية فعشان هيك حاول قدر الإمكان هي أفضل من البداية رح تكون أفضل من الفتر الماضي رح تجد أنك قادر على حل الأزمات القروج بأفضل النتائج كثير من المشاريع والأعمال اللي عرضت عليك بالفترة الماضية الآن رح تعرض عليك من جديد أو أفضل منها ابدأ بالأهم أولا رح تجد أنك بتعمل على وضع النقاط على الحروف والبدء من جديد في كثير من الأمور رح تكون نظرتك للحياة في هاي الفترة مختلفة منها التفاؤل والإيجابية على الرغم من التعب الصحي اللي كنت تعاني منه خلال الفترة الماضية والأمور اللي تعقدت والناس اللي خرجوا من حياتك أو بعض التهرب من المسؤوليات من المحيطين فيك إلا أنه الآن رح تتضح الأمور بشكل أكبر يعني هاي فترة من أجمل الفترات على المستوى العاطفي وعلى المستوى النفسي رح تحضى لا سيما مع وجود الشمس واقتراب الكواكب الأخرى إلا أن التراجعات ممكن تأثر شوي ولكن حاول قدر الإمكان تخلي ثقتك بنفسك أكبر برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا للأسف أنه الشمس الآن زي كل عام لما بتكون موجودة بالقوس بتكون فترة صعبة عليكم لأنه هذا يعتبر بيت متاعبكم بسبب لك كثير من المشاكل على المستوى الصحي على المستوى العصبية على مستوى العظام أيضا بدك تنتبه بالفترة القادمة لصحتك واهتم بنوعية غذائك وما تهمل العوارض الصحية الطارئة عشان ما تتطور وجود الشمس في القوس رح يفتح أمامك أبواب واسعة لعقد عقود مثلا مع شركات أو مؤسسات كبيرة بتعود عليك بالخير والفائدة حاول وضع برنامج واضح ومخطط دقيق لأعمالك المختلفة في أي مجال كانت حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة بدون مراجعة القرار وبدون استشارة أهل الاختصاص حاول أنك تضبط أعصابك من الإنفلات والعصبية الغير مبررة وممكن هاي العصبية تخرب عليك كثير من الأمور عاطفيا بتميل خلال الفترة إلى الوضوح وبتشعر بنوع من التعاطف المتبادل مع الشريك العاطفي لسبب أو لآخر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا وجود الشمس في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فهذا الشيء بيجعلك شخص اجتماعي بامتياز بتعمل هاي الفترة على التقرب من الأصدقاء وتعرف على أصدقاء جدد بيأثروا في حياتك وبيمدوا لك يد المساعدة والدعم بعض الأموال اللي ممكن تصلك من شخص بيكون قريب لإلك الكثير من اللقاءات اللطيفة اللي راح يجملها هذا الشهر وبرضو ممكن تتحمل أعباء إضافية ومسؤوليات طارئة ولكنك تستطيع حملها بامتياز بما تملكه من الصبر والقدرة على الثبات وعدم الاستسلام كون على يقين واضح أنك راح تكون شخص جديد كليا هذا الشهر أيضا حاول أنك ما ضيع الوقت انجز وتمم الأعمال المهمة والضرورية قبل وصول الشمس يوم 21-21-12 لبيت متاعبك فحاول أنك تستغل هذا الشهر بكل طاقتك أي خلافات ما بينك وبين الأصدقاء حاول تجاوزها لأنه ممكن تخسر أصدقاء أو يخرج أصدقاء من حياتك عاطفيا يعتبر هذا الشهر من الراحة العاطفية والمشاعر الجديدة اللي راح تشعر فيها حاول التقرب من شريك العاطفة أو دعم علاقاتك بهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هو شهر صعب متقلب أو منقدر نقول على شقين فيه إيجابية قوية جدا وفيه سلبية قوية جدا فعشان هيك بدها تركيز هذا يعتبر بيت السمعة فبدك تكون حذر خلال هذا الشهر ابتمنحك الشمس دعم حقيقي وواضح في أمورك العملية ممكن شوية تلاقي ضغوط قلة شوي ولكن ممكن إما تعمل لك خلافات مع المسؤولين عنك وتكون لغير رجعة أو إنه تعمل نوع من أنواع المزايا المميزة لإلك وترقيك وترفعك مع المسؤولين راح تظهر شخصيتك الفاعلة في القدرة على ضبط الأمور ثم أمور كثيرة تتوضح للعين أمام عينيك وبتثبت فيها إنك شخص قادر على تحمل كل ما بواجهك في هاي الحياة هناك أشخاص بيمدوا لك يد العن بدك تكون هادئ كما هي عادتك وحاول إنك ما تبالغ في تقدير الأمور السلبية أو تبالغ فيها أكثر من ما هي عليه امنح نفسك الراحة والهدوء النفس المطلوب أيضا هاي الفترة ما في داعي لأي مغامرات أو مجازفات اللي بيكون من سببها تشويه سمعتك حاول تكون واضح تماما ابعد عن المشبوهات تماما خلال هذا الشهر عاطفيا هاي فترة رائعة بكل معنى الكلمة إذا استغليتها لأنه ممكن تشتهر أو ممكن تحصل على منصب أو على رتبة أو إنه يصير في شيء مميز في حياتك ولكن إذا استهنت بالموضوع ممكن يقطع عملك يعمل لك خلاف وتشوه سمعتك بإيدك بينما تسعى في هاي الفترة لحسم في ضبط علاقاتك العاطفية وتوجيهها للطريق اللي ترى منهسب هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر